اليوم كسته قبل وراء بلون مدينة فرسك وهو من أصل الجزائرية طريقه وكانت قاسح الناس اللي بدأوا معاه ماشي هو مالي يكملوا معاه غنى على بزارة تعليق سيوجي وكيتعتبر هو ايميني متاع المغرب جعل اكتي ايوك ثلاثة مرة في حياته وجعل فكرة الانتحاج حوال من المرة وهو كيتعتبر من تدريل القليل في المغرب لماذا كديروا الراف ألاحقوا طريقه ومبدته ستين وهو صاحب ما قولت فاسحكم العالم وبعد عجل الفيديو مع صاحبه بشكل كونسيب يزيد تعرف ومرحبا بكم في قصة يوسف 45 يوسف الملاني لذات سنة 1993 بمدينة فرس العاصمة العلمية المملكة من أب جزائي للأصل وأم دياله لالا ربع المغربية وممدينة خناتر كبريوس وسط الأحياء الشعبية تعمل مدينة وبالطب حي الأمال 045 هنا تزاد وحنا في المزاة الساكن اليومينا هذا حل الأين هي وسط حي من الأخطار الأحياء تعمل مدينة وجميع الأنواع لكي تشغل قانونية لكي يشوفها قد تام عينيه وهو مزاة صغيرة نحن وصل الطفل صغير سنة سنوات نية الأب يدوله المدرسة لكي يتعلمني الأب جديد القراءة وكتابة وفي المستقبل تكون لديه بلاستو في المجتمع ولا يكون حولها الترك وبالفعل يوصف قيل تحكم المدرسة الابتدائية كانت من صغراء وكان قابس ولكن لم يكن أجب المدرسة بحيث هناك شخص في الدرب عم الذي يأخذه لك القدوة يقول مع رسو يجب أن يكون بحلس لعن كان دائما يمشي لها وهو ما يرتاح يشعر بلاستو لا يشعر منه أكمل المستوى الابتدائي غير بالزلس ومن يخرج لا تطوّج فيه وانقع طعان التراسة بداية الألفين كان يخرج من المدرسة كيف يللل招اب من فاي ومن فاقيسة وتأكيد مع زلسة ومرة ينفسك ومرة يتعلم كل مرة غير تكلم في الدنيا ووأتز وخارك وفيه مسيح في هذا الشركة كان الفترة كانت العودة في الزلسة كانت تسميها الموسيقى فصوصا وهو أمريكا وأمريكا ورابة الكوديث في العالم وفي هذه الفترة بلتحل عندما يستخدم ومعط الموك ومعط الم 예�gen وهو مطابقة في عام 2004 ولكن ما سيكشف له اول تراك في 2006 فدلوقيته انا بدك اكتشف الستوديو و بلانتش على تسجال فش بغي يخرج لي اول تراك في حياتي و بلانستبراسيو من دربهم و كيفاش اعجلك الشي وهي نيت فش غد يلوح لي اول تراك سكيرو اللي سيسمي حومة لام يوبان تروك روك نحن 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 باق نعبر عن حومة اللي كانعش فيها فيهبنا ضمن و مخدع حيال كورنش شاشيري قدم بجبل يم شبر من الموال على the cheater قايا يقيس فغير كيفي ستايلي في ترو باقرة و خدمة ديانه لم يسهخ خدمة اللي يبين فيها و باقرة رابت شابستة و و في 2010 تخلي قروب ديال الراع و المطووش فيه حتواب زر و كيت تمنبا بعد و قرروا يكمل ولو غادي خرج لي تراك ديال super fast موسيقى البوراق فوق البيتش من البكرة هو يصف تاخر الراف انديجراوند والدسكول كانوا من الأول خدمتها عشوائية ومعطيش أهمية ذاك الشي نيكي دير وفاش كي تسجليش ببروجي كان لشي صاحب ويلو حفلاشين ديالب أصلا هو كيلو حفلو غير سكيرا ومكنش بقامل بيوتيوب ومكنش بقامل بشي حاجة انها وغادي يديش شيل فيوتيوب وذاك الشي علاش كعليه ديالب خرب قشوية وفف الفين وحداش ويتلح تراك ديالب البيليكي موسيقى في السيل باش تخيص فورشي فاي بالراب كي يجيك بحل ايمينين بالعربية وستيل متطابق لمراكلة كان عفليه مزيان وكيفاش يدير لي كان في واحد لو قيته هو اللي بيرت في مدينة جفاس وبدك الدريري هو اللي كان رابي وكان معروف شويه في المدينة وعند واحد اللي بيبليك لعبة اسابي وفف الفين واثناش غادي يفترج له واحد تراك اللي كان اولد سكول وغادي يسميه بنس شيل ديالو تشيتر اولد سكول شعند معايا غادي تبول بيبسي عندي يمعمل نتعج فزق العقول وصناع الامسي شخرص اصورات بالراب القسم الفيس نفيكسي لي نوم سكس يولو البيتان سكسي فالطواكسي الكنيب يبكي نياش بسيطة وغير بدران يشع دربهم قدر بيه يوصطل الميساج اللي باغي انه هو راب بول وكيعيش الراب في 2013 كانت شيف له بالبدايات ديالو ويالله قال بسم الله فراب وكان طلب من يوسف فور شي فايد باش يضربوه ويا فيه ودك الشي لوقات يوسف غادي يمدلي دلعون وضربوه ويا فيتش تراك ديال او ماما تموت من بكريم الكريم اي واحد مغري بغي سندالة مقطع العفو سيدك الزبالة وتقطع تفو تراك قصر مزيان فوق الانستريك يبينيك تفق من واحد يلا بادي فراب وواحد عنده اكسبريمانس في الدومين وفي لفس السنة تقريبا يوسف غايتلع للشاونج باش يدركوا لعب مع واحد للستوديو تعمل الموسيقى في نفس اللوقش غايفتح الاشين في يوتيوب ودك الدري هو اللي كان شاد لي الشين ديالو وكان سييره كان ضرب ماشي برو جيهات وبدأت القناة كنت تحرك شوية وفي 2014 يوسف 45 غادي خرج لي اول ميك ستيف في الكاريير ديالو يسمى ديس بريور معدر لي كانو فيها 13 تراك ومن احسد برو جيهاتش بحال بوح دي مقاتل ميك ست достاتر هيا مكلاحناش بحاله تراكات كيكون وكلاسيك شوية يمتزر لي المونهكس بالميكسر جديد وبقصوط اكتر تقنية للصراحة يوسف لعبه نزيان في الشيطر والÇ الأخص في ديالك كارير ديالو مزيدة وكيفاش كانك يقولوا لي في دربهم ولدربان كيفاش كان كعي طوليه انه الاسطورة وهو الشاعر على الحومة كان تراك واحد اخر حتى هو ناضي في الميكستيب ليه هو سيجي ده تراك كان عندي سيستيم وقال فيه شريمات اللي عجبوني انا بجزار بحال ستارلي قال فيه يعتاوك اليوم الطاجين غدا تكون شوه الطاجين وفندك يعني يعتاوك اليوم ميتين درهم صحابي انتي خيبات مش تصوت عليهم راح رجبت ليهم من ينجحوهما ويأخذو المناصيب غادي قصيوا بزيار فلادارك وبزيار فلادارك ويأخذوه كانت ابيك تيمليون وكينو احطاك اخر تقوى ناضي في الميكستيب وقال بجزار اللي هو كلام حقاني كانت ترك العالم وغادي غير بالفيلم بالريمات كانت نشرا فوق الانستري عندك الصوت الحنين والمتقول من عندي يوسف من بعد الميكستيب اللي كانت لقت نجاح لبقى السابق في الراب المغربي لك اخواني اللي كان شهد له الشين دير يوسف تونير سينصب عليه ودري الشين ديالوج كل شي لها كان طائحة خائبة بالنسبة للراب بونا بدك يبقى في العجلية شوية وبدك يعرف الطوامين اشنو فيه كي حس براسو بحل انه سيعود اظهره حبس واحد شوية وقلب لها الراب ولكن ما سينصب الموسيقى هو الشيء اللي يريده والراب هو فكيرتاح حتى يكتب طراقه ديالو وكي حس براسو انه مرتاح كثير وفي 2015 سوف يرجح في رايستايل موسيقى جاك تراك فك دقيقة ساك بلان بالليبيان خاك سكرين مع عتاقة انتيل عطر وفاك بيت يوسمكي فيه شقيقة لبلك حزق علي البيت هدك غبت تبورك ومن بعد نبيل معراسو خاصة نخدم بشي برو جي كبير لأن برسبي اسميتي وهي الفين سيقوم بلعب مع واحدة ستوديو اسمي شوك بأير برو اللي كان في مدينة فلس وتعفق وياه لشي حط الميكستيب الثاني اللي في الكارير ديالو فلاشينت على ستوديو ودك الشي لوقع يوصف خدمتاني ميكستيب لي في الكارير ديالو اللي اسمه كتريت سميلينج اللي حقيقة بتاسم اللي كانوا فيها سبعة شهرات طراقات بحل عملي مكد زوان أنا عمري مكد زوان دجا عمري تيضايع هنا كيف ندير نجام الويل فعلا مصرف وتحويل والو واشتقنال هنا فاد المورسو عدار في يوسف المعاناة ديالو مع البليا وكيفش قطرت عليه في دماغه وكيفش شاف خور صغير حتى هو بلي وقال سكي كمي ما عرفش أنا علاش أغلبية ريساكن في مدينة فلس يكون بليا بلحشيش واشحيت كتام حداهم وليش بلانت اما لي عرفشي حاجة يقوينا في الكومنتان والإكستير الرابعة من الميكستيب لي كان هو بورزة ترغي طرد كراسي في قايصهم العربية طاير ود البلاد مقابل الفايسبوك القايفية باش قسطرة هنايا شي حاجة من العالم الآخر مستوى اللويلة شع تراك غادي بلليك أنها تصار تخلق بشي دير الراب وما كيعرف يدل حتى شي حاجة أخرى من غير الراب تيكنيك تيالو واعر بجزاة فوق الانستريك قاعد تراكاتي دوست لكم بينتلكم أنه غادو كيتطور مع الوقت وأي تراك يجي كيكون حسن من اللقبل واخر راك يضع في الميكستيب هو دوسترابي على الإيدي فايش بديت وكيت تحوضوا على العطر درتوا ليش شقيقه فرصي وزيد هاد الحر أنا نهضر شيء أنا نهضر راه هانين حمر مشاها معا الترابي ينقص أهمية لديه وفي نفس النفو ديالهم من بعد تبقى تعمل بروجيات السوديو من لسال الميكستيب وكيف يضع راكات دير لصوله واخر راكات خدمة لك الكديد ليس شي اخدنا بروفيسيوني هاك يسجلوا كيلوه وذلك الكارير عندو عادي يمخرب كيدي لبرومو التراكات ما كيخدمش كليب بيت ناضين ومن المرأة عادي يخدم ليش ميكستيب لي في الكارير ذياله اللي سمع بيت قريب اللي كانوا فيها 24 تراك وتحطات هذا الميكستيب في مايي 2017 كانوا فيها تراكات من نوع تها بحال بيت قريب فالتشيتر كيكستر فيه سولو والانستيتر على البروجيه تقيل بزاف وكيهبط الريشمش على الطرق بواحد تستيل يزوين بزاف والإكس ري ساتس قد يلقاه فيه أنا فنان أنا الفنان اللي دوبتو ليميك على راس صدرتو اللي بغيتو وأنا عايش علاقي بالناس وخنبلي بالقنجة اللي بغي عرف يوصف مزيان اسمع الاطراك وإكس ري 22 من الميكستيب اللي كان فيتش مع التيفلو سوف نبريك على البطانة من اليوم والله سوف يجي غادي نخري مسكوة بشوكولة جوجت بفواسة لعبين فوق الالستري وكيف فهموا بضيئاتهم من درجة كبيرة اللي أعطينا بروجيه بادستيل لكي خلينا نحسوا بالنفاس عند الدريل وواعين في الهيبو من بعد هذا الميكستيب يصفق مع راسو هاتشيني كندير ماشي خدمة اللي سترجع لي بالنه وخاصة ندير شين ديالي وفستاش من شهر ثمانية 2017 تحتشين ديالي في يوتيب وحط فيه اول تراك 26 اكتوبر 2017 اللي كان فيتش مع قنيتش تيتر اجي يشوفني اجي يشوفني هكي نداية زينية حتى داركم فوق ما بريدي الروف لانتاعد ديسك شي حاجة وعلى بزيرة هو باش كي يدامي تراك وكي يسالي به وفعشين نوفمبر 2017 تحت تراك المنشار وما فيناش نابو بيكي هدود هريد نابود كوكلا كانو في كازا كويسا كي هددو التيتر اجي حاط كليب كان هو اول تراك قدير اصطق بيوسف المليون فلاشين ديالي كتف الكارير ديالي كله وكان مشافارة التيتر في الراب المغربي من وراء اطاق الخدمة دملي اكتر من تعتاش التراك راب على موادع مختلفة بحل الحقرة البطالة الشمتة الخوف امهات وبزدرت على الموادع وكذلك حتى علم ماشية كي يداز منا واخر ما كانش كدير برومو التراكات ديالي كان قصليات شيء من نسبة التفاعل اللي كتوقع عليه عند تراكات ديالي وفي 30 اكتوبر 2018 جاء التراك تحارب لاندرت راسي فيهم رغان صوت فوق طبلة ديال الغبر اللي كايش مومه كانت تاني بروجي غير استقلين المليون وكانتدر نيكري في ستوديو نيت وفي 16 نوفمبر تحاط الفيت ديالي ومعت تشاف له عارف تاريخ بزفة الناس متنبغيش بين الموق عديل البقلتان حاس مع التراك اللي كان في تقصار ديالي مع جوسف الفاسم في عمي اللي نشافهم اول مرة غادي يقول بللي انا هادو قروب وموسيقى ديالي زوينا بزال وهي نيت فتغيجة مورا ستولو ديالو اللي اسماه سالابان هاد الكلب اللي صورون لي ايوب اوش دور فطانجا فهو المدري اللي معروفين فالراب بالمغربي وخدمه بالاغلبية على الروابب وطلع ليه النابو فالكلب وذاكش يعليش جات الصورة واضحة وش الموسيقى اللي كينا في تراك وعلا بزالو من المورا على التراك يوسف اضموا صورة مع بزالو اللي بغى يدير فيتش مرحبه وهاد القادية اللي ينس شوية خايبة في الكارير ديالو كطيح النابو غير معا من وعلا والبيبليك مكبقاش يحتارمو واخر اكراك لا تستقريفوا حد تراك كن وعلا بزالو في الروف الان ديالو اللي اسماه فلس حاكم العالم نعايش لا فيبلا كورونا والكاراميلا ما تلقى عنيش بنترو دارب هذا المورس على اليوشيب تقريبا 10 مليون فيه زاد نشورة يوسف في الراب المغربي واللي مكاشك يعرفون اذا تعرفوا عن طريق هذا البروجيه ومن المورا سيخدم بعض البروجيه بستار سيأتي تاريخ 1 مارس 2020 وسيبدأ الالبوم ديالو يسمىه أرقاع ويكون فيه 100 تراك تحدي مع رأسه ومع البيبليك أول طريق تضع في الالبوم هو أسيف في الكوبي اللولا تقسف على حياته وفي الكوبي الثانية يقول هاني عندي الفاميليا تساعدني وفي الرقم 16 من الالبوم تضع فيه مع المورفين المورفين مدري الواعي في الراب المغربي وعندهم وزن ديالهم في كل شيء وزن دعطاء قيمة لكتابه كان فيه تناضي بيناتهم تراك ديالو على الالبوم وهي تكلاشة مع تيفلو لأن بعد أسباب يقول يوسب أنه تيفلو وصل غنب وجوه ومدقش عاطية عامية لعلاقة بيناتهم وكالكلاشة يس في العادة المرصوات وهي تراك ديال فانتا وفي كاكتوس وفي بوناقشة وفي آخر تراك ديال عبسون وتلقى صح في تراكات ديالو ومن المراحة الوصفة ديالو اللي اسمها تمركينة اللي كانوا فيه 8 تاعة تراكات بحال دريم ماتوا العشرات وحلم عن مئات صحبي والله ملينا خليكي مججي ومن بعد هذا الوبي يوسب يكمل في تراك ديالو عادي حتى شيء حاجة مع واقع ولكن المشاكين لا يستطيعون وهي نيت فاشا قد يوقع عليه البلاند ويدخل الحبس يدرفيه تقريبا ربعين يوم وخرج واحد تراك ديالو فوقه هذا التراك مشي مزيان وشبط جان ماكسيما ودارب الان في يوتيب ماتين وخمسة وعشرين الف مشاهدة يجب ان اضعوا دابة يوسف في الالبوم وهذا التراك اصدار ربعين تراك من الالبوم واخر مرسوه كان في يوتيينج مع تيفلو من بعد ما تصالح بهوية وكان معهم كذلك يوسف 45 غير في الالبوم لكن 1440 وهذه المرسوات كنت تخدمه كثيرا 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 ومن الأخطاع ليدار يوسف كثيرا 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 وكثيرا كثيرا 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 في هذا المرسوات خبط علي البيبليك بانتقادات لانه اضعوا موحدة معرفة غير المحتوى التافئة في يوتيب المغربي وعند الصمعة خيبة عند البغاربة واخر تقدر ليسلم البيبليك ولكن يوتيب ما يعتقدر وما ينسى ومن المشاكل اللي اطرل على حياتك هو انه تطلق مع الزوجة ديالو كانت ديبريسيون خيبة لدرجة حاول انتحاجها من مرة لانه ممشت وخلت لي ولده ولده هو الحاجة اللي يبغيه بزاف انا بغين نعضره علي يوسف الراب راه هو عارب بزاف وعنده يكنيك هارب كيجين انا هو الراب بولي كيديل راب مية في المية وكيدا خشيستي الاخر بعد عن الهيب هوب بحال الرائي او الشعبي او اي حاجة اخر انتمنوني عن النجاح فتاك تيالو ادرالي سألينا الفيديو بوينه في الكومنتير شكو الراب بولي بوينه في الفيديو الجاي وانتشاشنباك ابوني لايك الفيديو وشالا وليا فراسم اشتركوا في القناة